السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحلى متابعين سوف أقدم اليكم اليوم تفسير رؤية مقام السيدة نفيسة في المنام فتابع معنا أولا تفسير رؤية مقام السيدة نفيسة في المنام لابن سيرين يقول العالم الجليل ابن سيرين أن رؤية الفتاة العزباء أنها تذهب لمقام السيدة نفيسة في المنام يدل على قرب موعد زوجها كذلك رؤية مقام السيدة نفيسة يدل على الأخبار الصرة ورؤية الدعوات تشير إلى تحقيق الدعوات وتأثير حياة الرأي ومن يرى في منامه أنه يزور مقام السيدة نفيسة بشكل عام يدل على الرزق الواسع وقسرة الخيرات الذي يحصل عليها تفسير رؤية مقام السيدة نفيسة في المنام للعزباء إذا رأت الفتاة العزباء في منامها أنها تقوم بالدعاء في ضريح السيدة نفيسة فتدل تلك الرؤية على زوال همومها وتحقيق أمانها كذلك رؤية الفتاة العزباء مقام السيدة نفيسة يشير إلى زواجها القريب وتجهيزات موعد الزواج من الشخص الذي تحبه كثيرا كما أن رؤية السجود في مقام السيدة نفيسة فيدل على التوبة إلى الله عز وجل وإلى الأعمال الصالحة التي تقوم بفعلها وإذا رأت في منامها أنها تتجه ناحية مقام السيدة نفيسة ولا تتجه إليه بالدعاء ولا السجود دل ذلك على المعاصي والزنوب تفسير رؤية مقام السيدة نفيسة في المنام للمتزوجة إذا رأت المتزوجة في منامها أنها تقوم بزيارة ضريح السيدة نفيسة فيدل هذا على زوال مشاكلها الزوجية كذلك إذا رأت أنها تدعي لزوجها في وقت نزول المطر فيدل هذا على التحق زوجها بعمل جيد وزيادة الراتب كما أن زيارة السيدة نفيسة في المنام تدل على انتهاء الأزمات والمشاكل التي كانت تعاني منها الأيام المقبلة تفسير رؤية مقام السيدة نفيسة في المنام للحامل إذا رأت المرأة الحامل أنها تزور ضريح السيدة نفيسة فيدل تلك الرؤية على تحديد موعد ولادتها وعلى سهولة حملها كذلك تدل رؤية مقام السيدة نفيسة وجنازة شخص بداخلها على الأعمال الشقة ومتاعب الحياة التي كانت تمر بها كما أن رؤية قبر السيدة نفيسة يدل على المشاكل والهموم وصعوبة حملها وموت الطفل أثناء الولادة والله أعلى وأعلم تفسير رؤية مقام السيدة نفيسة في المنام للرجل إذا رأى الرجل في منامه أنه يقوم بزوار مقام السيدة نفيسة فيدل هذا على التحق بعمل جديد وعلى الرزق الوفير والمال الحلال كذلك رؤية مقام السيدة نفيسة في المنام يدل على زواجه القريب من فتاة يحبها وإذا كان متزوج فيدل على زواجه مرة أخرى كما أن رؤية السجود عند ضريح السيدة نفيسة يعبر عن التوبة إلى الله تعالى من المعاصي والفواحش التي كان يفعلها تفسير اسم نفيسة في المنام لابن سيرين قال ابن سيرين أن رؤية اسم نفيسة في المنام هي من الرؤى الدال على الرزق بقصرة من الخير والمنافع التي سوف تغير حياة الرأي سماع اسم نفيسة في الحلم هي دليل على سماع الأخبار الصارة ودخول الرأي في فترة مليئة بالسعادة والسرور وإلى هنا تنتهي حلقاتنا ونلقاكم في تفسيرا جدي فلا تنسوا دعمنا دائما بالإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم دائما كل ما هو جديد لنا إلى اللقاء